السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن مرض البهاك وإجهاد حملها والتبرء من أفلامها حقائق صادمة في حياة سهير رمزي تفاصيل مسيرة عن الحياة الخاصة للفنانة سهير رمزي نجمة السبعينيات والثمانينيات في السينما المصرية تنكشف يوما بعد الآخر على لسان الفنانة التي لم تنقصها الجرأة على الإطلاق لكشف مزيد من التفاصيل والرد على الاستفهامات المبهمة في حياتها سهير رمزي ممثلة مصرية ولدت في مدينة بور سعيد في 3 مارس عام 1950 ظهرت للمرة الأولى في السينما حينما كانت في السادسة من عمرها في فيلم صحيفة سوابئ عملت في مقتبل حياتها كمضيفة جوية وعارضة أزياء ثم اتجهت للعمل السينمائي في أواخر ستينيات القرن العشرين وتعقيبا على صورة انتشرت لها على السوشيال ميديا جاءت آلافة تعليقات التي تسألت عن إصابة الفنانة سهير رمزي بمرض البهاك بعدما خلعت حجابها الذي تمسكت به لفترة كبيرة وظهرت سهير رمزي في الصورة بينما تتضح بقع بيضاء على صدرها مما تسبب في شك المتابعين بإصابتها بمرض البهاك وحسمت الفنانة سهير رمزي الأمر من خلال تصريحاتها في برنامج السيرة مع الإعلامية وفاء الكيلاني حيث قالت أنها لم تصب إطلاقا بمرض البهاك وعن كواليس الصورة قالت أنها استعملت كريم للبشرة ومنتهي الصلاحية مما أحدث لها تلك البقع وأنها تشكر الله على كل حال لو رجع بي الزمن مش هعمل أفلامي بتلك الكلمات بدت سهير رمزي نادمة على بعض أعمالها الفنية التي اتسمت بالجرأة وفي لقاءات سابقة لها قالت سهير رمزي نفس الجملة كما تم تخييرها في برنامج الدبليكس أبل فهيتة أن أحد أفلامها التي تتمنى حزفه فاختارت فيلم ممنوع في ليلة الدخلة التي ظهرت فيه بدور البطولة مع عاد الإمام اعترفت الفنانة سهير رمزي بتعمد إجهاد حملها ثلاث مرات وإنها حتى الآن لم تصبح أما وأبدت ندمها على ذلك وقالت أنها في الزيجة الأولى لها أقهدت حملها الأول لأنها لم تكن تريد التعلق بأحد وعندما فعلت ذلك مرة ثانية غضب منها زوجها وطلقها وفي الزيجة الثانية قررت سهير رمزي نفس الأمر للمرة الثالثة وقالت زوجي زعل مني وبعدها رفضت أخلف علشان ما أحبش حد زي أمي وقالت سهير رمزي أنها فعلت ذلك ولم تكن تعرف أنه حرام ولكنها عوضت الأمومة في حبها وتربيتها للقطط وقالت سهير رمزي خلال حديثها عن زيجاتها مشيرة إلى أنها لن تستطيع تذكر عددهم بسبب كسرتهم حيث قالت مش فكر عدد جوازاتي بصراحة لكن كله بالحلال وده أهم شيء متابعة عددهم كبير عشان ما كانش عندي ثقة في حد لتعلق مازحة زواجي من علاء الشربيني طول الفترة دي حاجة غريبة بس يمكن عشان العصمة في إيده زي جوزي الأولاني وفي سياق متصل عددت سهير رمزي زيجاتها خلال حوارها مشيرة إلى أنها تزوجت من الملحن حلمي بكر وقالت سهير رمزي أنها تزوجت من الملحن حلمي بكر وهي بعمر الستاشر عاما لافتة إلى أن والدتها حرصت على تزويجها بهذا العمر لكي تبقى إلى جانبها وتمنعها من دخولها في الفن كما اشترطت على زوجها أن يعيشان معها في المنزل لتكن ذلك أول زوجاته التلتاشر ولكن لم يستمر الزواجهما سوى سنة واحدة تقريبا وانفصل لعدم رغبته في دخولها مجال الفن بحسب قولها كما أنها تزوجت من شخصية مهمة خليجية وحدث الانفصال لأنها لم تستطيع أن تسافر كثيرا كما تزوجت من رجل الأعمال كويتي وكان يحبها بشدة والغيرة كانت سبب انفصالهما وأضافت أنها تزوجت من الفنان محمود قبيل واستمر الزواج لمدة عام وتزوجت من الفنان فاروق الفيشاوي واستمر الزواج خمس سنوات لكن حدث خلالهما انفصال ثلاث مرات بسبب غيرته عليها وأنه كان يشترط أن يكون بطلا أمامها في الأعمال وأكدت سهيل رمزي أنها لا تتذكر عدد زيجاتها مشيرة إلى أنها في أغلب الزيجات كانت العصمة في يدها وآخر زيجة لها والمستمرة حتى الآن هي أطول زيجاتها ولكن رد الموسيقار حلمي بكر على تصريحات الفنانة سهيل رمزي التي سرحت فيها بأنه أول زيجاتها وهي بعمر 16 عاما وأن سبب طلاقهما هو رفضه دخولها عالم الفن وقال حلمي بكر أن حديث سهيل رمزي غير حقيقي وأن السناء أعلن خطبتهما وهي في عمر 16 عاما ولكنه انتظرها أربع سنوات حتى أتمت عامها العشرين مضيفا تزوجتها وهي على مشارف 21 عاما أي أنها لم تكن قاصر وقتها وفقا لما ورد في موقع صحيفة الوطن وتابع حلمي بكر استمر زواجنا أربع سنوات وانفصلنا وهي عندها 24 عاما وبالنسبة لتصريحات سهيل رمزي أحيانا الإنسان تفكيره بيخونه وبيخونه عقل لسانه ولكن ده طبعا ما يمنعش إنها ست محترمة ودايما بتعمل خير وده للناس ما تعرفوش عنها ولكن أنا شاهد على إن الست دي خيره وبتعمل خير كتير أما فيما يتعلق بسبب الانفصال أكد حلمي بكر ما ذكرته سهيل رمزي مشيرا إلى أنه كان رافضا دخولها المجالة الفني وأضاف هي جات في يوم قالت لي أنا معروض علي فيلم اسمه ست بنات وعريس ما ردتش عليها فعادت الكلام مرة تانية ما ردتش فعادت للمرة التالتة فقلت لها انت طالئ واتفقنا على كل حاجة بمنتهى الهدوء والأدب والزوء وانفصلنا جاءت شهرة الفنانة سهيل رمزي من والدتها الفنانة القاديرة الراحلة دري أحمد فبالرغم من عدم رغبتها في دخول ابنتها مجال التمثيل إلا أن بعد إلحاحها الكبير وفقت ولكنها ضحت بمجدها وفنها واعتزلت التمثيل والغناء حتى تتفرغ لابنتها وتتابعها دائما وتقدم لها النصائح التي تقودها لتحقيق الشهرة والمجد في مجال الفن وكانت تحدثت الفنانة سهيل رمزي عن علاقتها القوية بوالدتها الفنانة دري أحمد التي توفيت في إبريل عام 2003 قائلة والدتي كانت حبيبتي وصديقتي وأختي وكل حاجة ليا في الدنيا وكنت أحب كل شيء من أجلها حتى الصفر لأن ذلك كان يشعرها بالسعادة ولفتت إلى أنها كانت الأم والأب وكل شيء في حياتها مشيرة إلى أنهما كانت متلازمتين كالأشقاء التوائم وليست مجرد علاقة بين أم وابنتها فقط لتصف حالتها بعد وفاتها قائلة موت أمي موتني أنا عايش دلوقتي عشان فيي روح لكن مفيش أي طعم الحياتي بعد وفاة والدتي الله يرحمها من ناحية أخرى كانت قد تحدثت سهير رمزي خلال أحد لقاءاتها التلفزيونية عن اللحظات الأخيرة في حياة والدتها قائلة لما ماما كانت بتتعب كنت برتبك على طول جريت على الدرج جبت منه دواء للمغص وحطيت منه معلقة كبيرة وقلت لها اشربيه بسرعة عشان يضيع المغص اكتشفت أنه ليس دواء بل عبارة عن زجاجة بها مواد مطهرة لتنظيف التلفزيون ما كنتش عارفة وقتها اتصرف ازاي رجعت الماما لقيتها خلصت المعلقة الكبيرة كلها وتابعت كلمت الصيدلية والدكتور قال ان ده مسمم ولازم تاخد ميا بملح عشان ترجع قلت الماما خد الشربة دي عشان ترجعي والمغص يروح وخيفة اقول لها على اللي حصل قالت لي لا انا ارتحت على العلاج اللي لسه وغداه فاضطريت اقول لها الحقيقة قامت مصوتة وقالت اتلت امك واول ما بقت كويسة قالت يطرها موت ابيض واسود ولا الوان عشان تناولت منظف التلفزيونات وعن توطر العلاقة بينها وبين والدتها كشفت سهير رمزي عن كواليس هذه الفترة مشيرة الى ان سبب خلافها الوحيد مع والدتها كان الانجاب حيث اجهدت سهير نفسها اكثر من مرة بسبب عدم رغبتها في انجاب طفل لشارك والدتها في حبها لها كما تحدثت عن فترة الطفولة وقالت سهير رمزي انها عاشت فترة طفولة صعبة لان والدها كانت معاملته حادة جدا ورغم ذلك لم تكرهه مبينة انها تسببت في مشكلة بين والديها حيث اغبرت والدتها ان والدها قبل احدى السيدات مشيرة الى ان هذا الموقف تسبب في خراب البيت وانها لم تشاهد والدها بعد ذلك حتى توفي وذهبت لقبره في بورسعيد لتعتذر له وقرأت له الفاتحة وطلبت منه ان يسامحها الفنانة درية احمد واحدة من ابرز نجمات الزمن الجميل حيث اشتهرت بخفة الدم والصوت العزب اسمها الحقيقي حكمة احمد حسن ولدت لأسرة بدوية عام 1923 واتجهت للغناء في سن صغيرة اعتمدتها الازاعة المصرية مطربة في عام 1941 ولها العديد من الاغنيات واشتهرت بأداء ادوار الفتاة الريفية وبنت البلد وادت ادوارا سانوية حتى سنة 1950 حيث حصلت على ادوار البطولة المطلقة بأداء شخصية خدرة في عدة افلام مثل مغامرات خدرة وخدرة والسندبات الكبلي والعاشق المحروم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر